للفوضى أن تجول هنا فيما يمرح المسلحون ويتبادلون إطلاق النار في المناسبات أو الحروب الصغيرة التي تحدث في المدينة هذه تعز أو هكذا أصبحت تبدو اليوم ساحة مفتوحة للإنفلات الأمني منذ تحريرها إذ نكس قادة الجيش على أعقابهم وعادوا لفتح جبهات داخلية وصراعات بدأت في المدينة وانتقلت للريف ولم تنتهي بعد الطفلة فاطمة أصيبت برصاص مسلحين في اشتباكات بسوق الوليد وسط المدينة أثناء عودتها من المدرسة والمحامي عبد العزيز سعد الحميدي أيضا يذهب ضحية السلاح المنفلت في وادي الضباب ومن بعده قتل مواطن آخر بإطلاق نار عشوائي من قبل حراسات أحد القيادات العسكرية في تعز وقبل كل ذلك محاولة اغتيال الدكتور محمد الشعيبي رئيس جامعة تعز تدهر أمني وحوادث اغتيالات تطال أمنيين وعسكرين في المدينة فيما يبدو أن السلطة المحلية والعسكرية تمضي في معاركها المنفصلة عن مصالح تعز وأمنها الاحتجاجات التي تشهدها المدينة تؤكد أن المدينة تمضي في عزلة رسمية حتى عن سلطات المحافظة أوضاع دفعت بالسلطة القضائية في تعز لإعلان الإضراب نتيجة تعرض من تسبيها لإعتداءات متكررة قالت إن العامل المشترك في كل الاعتداءات هو انتماء المعتدين لقوات الجيش التي تحولت من مهمة تأمين المدينة وحماية القضاء والمحاكم إلى الاعتداء عليهم تقول الأصوات المحتجة إن تعز تضيع في معارك استنزاف داخلية فيما أجزاء منها لا تزال تحت سيطرة ميليشي الحوتي وإن هذه الصراعات لا تخدم سوى الإنقلابين وتعزز الانقسام في المدينة المطالبات تؤكد على ضرورة تجاوز صراعات العبثية والعدمية والتصدي لاستهتار بعض قوى النفوذ التي أربكت الحياة العامة فقراروا تعز بيد أبنائها وأمام سلطة ضعيفة ومجتمع دولي لا ينظر إلى اليمن إلا من زاوية مصالحه موسيقى